السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم فراس فرحان من قناة الفردوس للزراعات النادرة إخواني المتابعين إخواني المشاهدين اليوم معنا سماد قوي ونافع ومفيد جدا للنباتات وهذا السماد يا أخواني هو سماد الأرز وموجود عندك بالبيت وطريقة الاستخدام سهلة وبسيطة وهذا السماد غني بالعناصر المغذية للنباتات والمفيدة جدا للنباتات هذا السماد يا أخواني متابعين طريقة الاستخدام إنك بتجيب الأرز وبتنقع الأرز لمدة من أربع ساعات إلى ست ساعات بهذه الطريقة بعد ما بتضع الأرز بوعاء بتضع هذا الوعاء بتضع عليه الماء بعد هيك بعد خمس ساعات أو ست ساعات بيصف عندك هذا الماء بيصبح أبيض أبيض اللون وبعد هيك بتقدر تستخدمه للنباتات وهذا السماد يا أخواني المتابعين غني بالكالسيوم وغني بالفسفور والأملاح والفيتامينات والبتاسيوم ويحتوي هذا السماد يا أخواني المتابعين على الحديد والزينك والمغنيسيوم وهذا يا أخواني المتابعين سماد قوي ومفيد جدا للنباتات الآن أصبحت عند المياه هذه الطريقة بيضاء بعد ست ساعات بنصفي هذه الماء بالكوب البلاستيكي بهذه الطريقة بنجيب الصفايا وبنصفي وبعد ما بنصفي يا أخواني المتابعين بهذه الطريقة ما بنخلي السماد كثافته بهذه الطريقة لكن بنخففه بالماء تخفيف وعادة ما بننصحكم يا أخواني المتابعين بالأسمدة الطبيعية لأن الأسمدة الطبيعية ما بالضر زي الأسمدة الصناعية بنخففه يا أخواني المتابعين بالماء وبعد هيك بنقدر نستخدمه لأين نبات بدك بيسمد فيه بهذه الطريقة طريقة جدا سهلة وجدا بسيطة إخواني المتابعين تابعونا على قناتكم قناة الفردوس للزراعات النادرة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله إخواني المتابعين لا تنسونا بدعمنا بإلايك حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر